اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة على المركز الاول جمران مطار بن حمد بن عصيان المنصوري يقدم لنا جمران في الصدارة في المركز الاول بينما الحذر لسيب بن حمد بن قناص العامري وصل خذ المركز الثاني المركز الثالث هذا ممتاز محمد بن عليب السعودي الاكتبي خذ المركز الثالثة احد الاسماء القوية والعملاقة في عالم الاسائل يتقدم من خلال تواجد ممتاز المركز الرابع وصل في معزز العبدالله بن عبيد بن عمير الاكتبي المركز الخامس يتقدم عالي لناصر بن عبيد بن يزر بالعامري يقدم لنا عالي هو يأتي في هذه اللحظات في منافسات هذا الصباح بينما الوصول من مريع محمد بن عتيق بن عبيد بن عاضد المهيري يقدم لنا مريع في هذه اللحظات يتقدم مريع يأتي بهذه المنافسة القوية والعملاقة على المركز السادس بينما شيبان في المركز السابع لمكتوم بن سعيد بن منانة بن غدير الاكتبي يتقدم مشاهدين العزاء في هذا التقدم بقيادة أيضا خميس بن سعيد الزرعي يأتي من خلال هذه المنافسة يأتي من خلال هذا الأداء المتميز يتقدم يأخذ المركز السابع ثامن المراكز ثاير لحربي بن محمد بن حربي العامري المركز التاسع المركز التاسع ووصل في هذه اللحظات الوسمي سالم بن محمد بن سعيد بدبي العثاري ووصل في تاسع المراكز المركز العاشر مشاكل مبخوت بن مبارك أيضا بالكعم العامري هذه نتيجتنا للعشر المراكز الأولى المتقدم ومشاهدينها العزاء متابعين الكرام أعود والعود أحمد أعود إلى مقدمة الشوط أعود إلى الصدارة أعود للمركز الأول أعود إلى مقدمة هذا الشوط حيث وجد جمران مطر بن حمد بن عصيان المنصوري يتقدم بن عصيان ويقدم لنا جمران المركز الثاني ووصل هناك الحذر لسيب بن حمد بن قناص العامري بدأ يقتنس أيضا المراكز المتقدمة كما عودنا شعار بن قناص ووصل ممتاز وهو في الموقع الممتاز يتقدم مشاهدين العزاء هناك محمد بن علي بالسعودي المركز الرابع الله وصل عالي ناصر بن عبيد بن يزرب العامري هذا المركز الرابع في هذه اللحظات بدأ يتقدم أيضا خليف بن علي يتقدم أحد شبابنا المبدعين الذي يرافق هذا الشعار منذ نعومة أظافر يسير مع هذا الشعار يقدم لنا الجديد بينما وصل شبان مكتوم بن سعيد بن منانا بن اغدير يتقدم مع هذا الاسم الدخول الوصول القادم من ميدان التراث ياتي مريع محمد بن عتيق بن عبيد بن عاضد الامهيري وصل الامهيري خذ المركز السادس المركز السابع هذا ذيبان لسعادة أحمد بن راشد بن سعيد بن عبيد النيادي وصل وصل شعاربو عبدالله أول ندال ذيبان يتقدم هنا ذيبان في عمق الميدان في منافسة قوية من خلاله هذا الاسم القادم بينما ثاير حربي بن محمد بن حربي العامري بدأ يقدم ثاير هناك في هذه الانطلاقة هناك في المركز الثامن المركز التاسع معزز عبدالله بن عبيد بن عمير وصل في هذه اللحظات وتقدم هناك أيضا مشاكل مبخوت بن مبارك بالكعم العامري هذا ندان الثاني أيها المتابعون جميعا عبر الهوائي مباشرة عبر قناة ياس الرياضية ولكن عالي عالي في المكان العالي عالي في المكان العالي في الموقع المرموق ناصر بن عبيد بن يزرب العامري يقدم لنا عالي بشعاره الجميل بإنتاجه الفاخر المعروف إنتاج أيضا عبيد بن يزرب العامري أحد الأسماء القوية أحد الأسماء الرنانة أحد الأسماء الخطيرة يتقدم على المركز الأول على صدارة الأولى المركز الثاني وصل ذيبان لسعادة احمد بن راشد بن سعيد بن عبيد النيادي المركز الثالث شيبان مكتوم بن سعيد بن منان بن اغدير يتقدم الاجتبي يقدم لنا هذا الاسم المركز الرابع وصل مريع لمحمد بن عتيق بن عبيد بن عاضد المهيري وصل المهيري 1500 متر 1500 متر القدوم الوصول هناك جمران مطر بن حمد بن عصيان يا سلام يا سلام ولكن اعود الى مقدمة الشوط اعود الى مقدمة الشوط بانت المنصة بانت بانت المنصة بانت على الصدارة على المركز الاول هي تقدم ذيبان لسعادة احمد بن راشد بن سعيد بن عبيد النيادي يقدم لنا ذيبان 1200 1200 تحرك عالي ناصر بن عبيد بن يزرب العامري يقدم لنا عالي وصل مريع لمحمد بن عتيق بن عبيد بن عاضد المهيري الله الله المركز الرابع وصول من مشاكل مبخوت بن مبارك بالكعم العامري دخلنا الغلاف الجوي دخلنا الغلاف الجوي للكيلو متر الاخير ولكن ذيبان ذيبان على الصدارة ذيبان في الامتحان نياب عبد الله يتقدم في المركز الاول ياتي في الصدارة الاولى يقدم هذه النجومية يقدم هذا الاداب سعادة احمد بن راشد بن سعيد بن عبيد النيادي ووصل ايضا عالي على المركز الثاني عالي خطير عالي بدأ ايضا يطير هنا ياتي ناصر بن عبيد بن يزرب العامري على المركز الثاني المركز الثالث وصل مشاكل مبخوت بن مبارك بالكعم العامري الثلاث المركز الاولى الخمس بيت متر الانتاج والمنتجين الانتاج والمنتجين ما شاء الله يا ذيبان ما شاء الله يا عالي ولكن ذيبان ذيبان ثقة الكبار يا ابو عبد الله العصى في الابطان العصى في الابطان سلالة طيلان يتقدم في المركز الاول في الصدارة الاولى وصلك مشاكل وصلك مشاكل ولكن بسم الله ما شاء الله ذيبان 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 سلام ابو عبد الله سلام سلام العين سلام على فوزي ذيبان وسلالة طيلان يتقدم ذيبان تهانين السعادة احمد بن راشد بن سعيد بن عبيد النيادي سجل نقطة ذهبية هنا على ارضية هذا الميدان يضيف انجاز اخر مع انجازاته المتكررة سلام ابو عبد الله سلام المركز الثاني وصلا مشاكل ما بخوت بن بارك بالقعم العامري المركز الثالث عالي ناصر بن عبيد بن يزر بالعامري المركز الرابع مريع محمد بن عتيق بن عبيد بن عوض المهيري المركز الخامس كان الدخول من هملول حمد بن عوض بن زيتون المهيري هذه النتيجة مشاهدين العزاء اذا ذيبان لسعادة احمد بن راشد بن عبيد النيادي يهدي هذا الاداء المتميز بتوقيت زمني ومقداره التسع دقائق ثلاثة ثانية وجزيني من الثانية نهاية رائعة وجميلة تهانينا ابو عبد الله على فوزي ذيبان وسلالة طمطيلان المركز الثاني تسع دقائق خمسة ثانية وجزيني من الثانية كان مشاكل مبخوت بن مبارك بالكعم العامري المركز الثالث وصل فيه عالي لناصر بن عبيد بن يزر بن عامري وحقق توقيت زمني ومقداره تسع دقائق ثانية ثانية وثمانية اجزائي من الثانية هكذا كانت احداثي شوطن الخامس عشر مع ذيبان لسعادة احمد بن راشد بن سعيد بن عبيد النيادي تهانينا لابو عبد الله على هذا الفوز ترجمة نانسي قنقر